اوكيتا وستراندبرج يتطفقوا مع الاهلي منذ قليل وكولر يختار بينهم ووالناس يوافق على الانتقال للزمالك واسامة فصل يوقع للاهلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما تنساش يا صديق العزيز تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو في كل مكان ما تنساش ترك في قناة اليوتيوب وتفعل الجرح عشان وصالك كل جديد وتعمل فلو او متابعة او لايك لصفحة الفيسبوك الاهلي لشان بس الناس يا جماعة بتقول ان الاهلي انهى موسم الانتقالات انا بقولك لسه الاهلي جاب اربع صفقات ولسه في صفقات تانية الاهلي عايزة كلنا عارفين ان فيه كلام على البنوبي فيه كلام على زيكو فيه كلام على محمد اسماعيل مصطفى العشق سما فيصل وغيرهم وكلام كمان كان على احمد نادر حواش ده كمحلي يعني ده كااا لعيبة محليين ولكن فيه كلام ايضا مازال على لعيبة اجانب اه الاهلي حتى الان اللي صرفوا على اللعبة الاجانب اه اللي جابهم يعني الصفقات اللي جابها مش مش اجانب بس قصدي يعني حتى يوسف ايمن ده ابيعتبره صفقة مش شرط اجانب معيش انا اه خني التعبير الاهلي اللي صرفوا على صفقاته لغاية دلوقتي الاربع صفقات لا يزيد عن تلاتة مليون لا يزيد عن تلاتة مليون يورو وعايز اقول لك كمان ان النادي الاهلي اه لسه معه فلوس غير الفلوس اللي هي معه فلوس صفقة عبد المنعم اربع مليون ومليون اضافات وفلوس اعارة كريستو وفلوس اعارة اليو ديانج وفلوس اعارة احمر عبدالقادر وفلوس اي اعارات اخرى فالاهلي لسه معاه انه يقدر يجيب لعيبة عشان اللي قالك الاهلي يفلس معهوش فلوس مش عارف يجيب لعيبة ده كلام من الخيال ده كلام من الاحلام انا بس عندي سؤال غريب جدا بعض اسأله لنفسي كل يوم بسأله الاصدقاء الاهلوية كلنا عارفين ان النادي الزمالك عنده ضقيقة مالية كبيرة وبالرغم من ده هو بيجيب صفقات ويمكن صفقات جيدة جاب بن طيج وجاب ايضا عمر فرج ولسه كمان في السكة بوبنزة ويا صفقات جيدة وبالذات بوبنزة العيب متميز جدا 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 على مستوى كرة القدم انا عارف ان عليه بعض السلبيات او عليه بعض المآخذ فيه تصرفاته او مش عارف ايه انا ما ليش دعو بالقصة دي مش هتكلم عنها مش هتدخل فيه اخلاقيات حد او تفاصيل حد واللي يخصني انه لما يجي النادي عندي يبقى عمل ازاي زي ما معشور كده مثلا كان بعض الاهلوية بقولك انه لما كان في الزمالك كان اخلاقياته مش افضل حاجة ده كلام يقال مش على مسؤوليتي بقول بعض الاهلوية لما جي الاهلي الاهلي عارف يمشي اه كويس ده وجهة نظر بعض الاهلوية انا نفس القصة اه يعني عندي نفس وجهة النظر اه في موضوع وبنزا انه حتى لو كان هو عنده مشاكل قد كده كل اللي يخصون انه لما ييجي عندي يبقى عمل ازاي لو بنفس السلبيات او بنفس المشاكل او بنفس الاخلاقيات اللي مش افضل حاجة لا انا ما حبش انه يكون متواجد كواحد من الجمهور لكن لو زبط الدنيا وبقى مركز في الملعب بس اكيد ارحب انه هو يكون اه متواجد يعني اه فالاهلي لسه لم يجد ضلاته في مركز المهاجم يمكن الحاجة اللي عرفناها ان خلاص كولر والنادي الاهلي رفضوا رحيل كهرباء الى نادي الحزم السعودي ويمكن رئيس نادي الحزم السعودي طلع وتكلم وقال انه هو فعلا كان عايز كهرباء ولكن مغالات النادي الاهلي في اه او طلباته المادية العالية في صفقة انتقال كهرباء لنادي الحزم كانت هي الحد الفيصل انه هو ينهي التشورات مع ادارة النادي الاهلي وهو قال خلاص احنا مش عايزين كهرباء وادارة الاهلي كانت حتى رقم عالي شوية علشان خاطر اللعب ما انتقلش للدور السعودي اللي هو زي رقم تعجيزي علشان فعلا الكهرباء لو مشي هيبقى فيه أسامة أبو علي بس في مركز الهجوم ولو أسامة أبو علي تقدر الله تصاب مش هيبقى في حد في مركز الهجوم في النادي الأهلي فإزا حتى الآن هجوم النادي الأهلي الأساسي كراس الحربة هو كهرباء وأسامة أبو علي هل الأهلي هيسكت على كده طبعا مش هيسكت على كده أبدا والأهلي هيدعم في الفترة القادمة بإذن الله طيب أسامة فيصل الأخبار كلها بتشير أنه هو موقع على النادي الأهلي من زمان الموضوع واقف على زرار زرار اللي هو إيه أن كولر يقول أنا موافق أنه أسامة فيصل ييجي الأهلي هيحاول قمت الصفقة للنادي البنك الأهلي وهيكون أسامة فيصل هو المهاجم التالت في النادي الأهلي وهيكون الأهلي عمق يعني عمقه هجومه شوية أفضل مما فيه شنعرف أنه في ناس كتيرة مش عاجبها أسامة فيصل أنه هو ييجي النادي الأهلي أو مختلفين على فنياته أو مهاراته أو قدراته الهجومية ولكن أنا بقول لك أنه أسامة فيصل مهاجم جايد جدا 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 محتاج بس شوية تقويم محتاج شوية تعليمات من مرس الكولر محتاج شوية تدريبات أكتر هيبقى في حتة تانية خالص وهو يمكن لما كان عندنا في الزمالك أنا من الناس اللي حزنت أو حزنت على رحيلها من الشباب الصغر اللي كانوا مشي ساعتها كان أسامة فيصل لأهي متميز جدا وأحمد عيدة بكر رأيت برضو متمايز جدا سألت إن هو مشي فأسامة فيصل هيكون أضافة جبيرة جدا لنادي الأهلي وزي أنا بقول لك هو داردوس على الزرار أو يوافق إن هو أسامة فيصل ييجي هيكون أسامة فيصل موجود في النادي الأهلي على طول طيب الحاجة التانية في أخبار ظهرت إن جوناثان أوكيتا وكارلوس ستراندبرج صبعا كارلوس ستراندبرج مهاجم سويدي من نفس جنسية أسامة أبو علي التانية اللي هي الجنسية السويدية بسبب علي عنده جنسية في الاسطينية والسويدية بيعف في نادي هاتاي سبور التركي مهاجم متميز لعب 334 مباراة شارك في 168 هدف يعني تقريبا شارك في 50% من الأهداف في المباريات دي يعني تقريبا كل مباراة بيشارك أو مباراة عفوا المباراة أو مباراة لأ بيشارك في هدف سواء على الصناعة أو التهديف طبعا درقم جيد جدا يعني لو لعب في النادي الأهلي 40 مباراة يشارك في 20 هدف فده رقم كويس ويمكن في النادي الأهلي أو في الدور المصري يكون موضوع أبسط أو أسهل شوية من الدور التركي الدور التركي دور قوي جدا أو الدوريات اللي هو رحها قبل كده سواء الدور القطري الدور السعودي الدوري مش عارف لإيه رحها دوريات كتيرة ودوريات كان فيها منافسة عالية طبعا الدور المصري جيد جدا وقوي جدا ولكن زي ما بقولك طبعا يمكن الدور التركي أكيد منافساته أقوى من الدور المصري والدور السعودي حاليا منافساته اقوى من الدور المصري لكن الدور القطري لا الدور المصري اقوى منه اكيد بكتير يعني فالرجل يعني في تقوى 34 مباراة لا نقصده ان هو مع النادي الاهلي ومع كولر ومع انه يلعب اساسي جنبه سامة بو علي باتنين مهاجمين ما يبقاش مهاجم احتياطي وبتعليمات كولر وبالاداء بتاع العابة الاهلي ممكن يبقى ارقامه اعلى من كده كمان مع شوية تطوير ان هو مسلا لو شارك في اربعين مباراة بدا ما يشارك في عشرين هدف لا يشارك في خمسة وعشرين وفتلاتين هدف فمن الاخر ارقامه جيدة جدا جدا وارقامه من خمسين في المية فيما فوق من مشاركاته. اه وايضا في كلام ان جونسان اوكيتا كمان ايضا موافق النادي الاهلي فيبقى ايزا كده اه دي اخبار او تكهنات او توقعات بتقول ان جونسان اه اوكيتا وافق وان موافقين اه وخلاص متفقين على كل حاجة. قصة كلها في المقابل المادي مع اللاعب في المقابل المادي مع النادي. اه دي بس العقب امام النادي الاهلي فطبعا كولر مش يادر يجيب الاتنين. كولر بيختار ما بينهم هما الاتنين. هو انا لو ما كان كولر هختار جونسان اوكيتا الاهلي عايز عمق في الجناحات جدا الفترة دي. اه وساعتها الاهلي لو اجاب جونسان اوكيتا هيبقى موجود عندنا اه عطية الله او عند النادي الاهلي عطية الله وداري وآآ ريدا سليم وبرسيتا وجونسان اوكيتا الاهلي مش يادر يجيب الاتنين خالص. آآ واستراند برجي اقناعها هيبقى اسهل لانه من نفس جنسيت وسامة ابو علي بمكالمة تليفون هيجي. فالاخبار بتقول او الوسط الرياضي بيقول او التكاهنات والتوقعات بتقول ان جونسان اوكيتا واستراند برجي موافقين على النادي الاهلي القصة كلها في الفلوس. نفس قصة ابن رمضان ايضا القصة في الفلوس. فلازم النادي الاهلي يكمل قايمة محترفين معلول كده كده آآ مش هيتقايد في آآ الصيف. فلو ادارة النادي الاهلي شايفة ان هي كده خلاص المحترفين قفلوا. وآآ عندك هيبقى موجود جونسان اوكيت عفوا هيبقى موجود آآ ريدا سليم وآآ عطيقت الله وايضا اشرف داري وآآ برسيتاو هيبقوا له اربعة دول ومش هيجيبه حد خامس عالي معلوله ما يتقايد في الشتاء يبقى خمسة خلاص محترفين. انا شايف انت تفكير خاطئ جدا انت ممكن حكمان تجيب لعابة تحت السن. ولا قدرة الاهلي شايفة ان لقى معلول مش هيتقايد لغاية الشتاء وممكن في الشتاء يتصرفوا في بيع برسيتاو. فلازم يجيبوا حد تاني. فالاهلي لو جاب آآ آآ اجنبي تاني. مش هيخرج عن التلاتة اللي اقول لك. يا استراند برج. يا آآ يا ايضا عفوا اربعة هقولهم لك. يا استراند برج. يا جوناسان اوكيت يا محمد العادي وانا رمضان. يا عضاية الدباغ اللي بدأ يظهر في الصورة مرة اخرى بس اجيب لك كل التفاصيل ان شاء الله. واقولها لكم بازن الله تعالى. آآ واخيرا آآ موضوع آآ احنا قلنا على آآ مين تاني فاضل يا جماعة معانا. آآ ادم والناس. في كلام برضو اخبار بتقول ان ادم والناس وافق على انتقال لنادي الزمالك. ولكن دي مجرد اخبار مفيش اي حاجة رسمية حتى الان عشان الناس بتقول ان ادم والناس وافق على الزمالك رسمي. موافقش رسمي لسه حتى الان. هي كلها اخبار وتوقعات وتكهونات زي ما بقولك زي موضوع استراند برج. موضوع اوكيتا. مواضيع بتفتح تانية. اتوقعات اخبار بتيجي بعض المصادر. لكن مفيش اي حاجة رسمية خالص في اي حاجة من اللي قلناهم دول كلهم. انا